السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا جماعة الخير إن شاء الله للجميع بالخير أخوكم محمد أبو حمزة جابير أعطالات الكرام تاريخ اليوم الجمعة 27-1-23 جمعتكم مباركة بصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى من الجميع يعلق بصلاة على سيدنا محمد يرتفع الفيديو لكل شخص متواجد على الأراضي التركية ونخص إسطنبول الأوراق المطلوبة لتثبيت سكن الجديد في حال انتقال إلى بيت جديد بإسطنبول وأغلب الولايات التركية وأيضا جبت لكم رابط من موقع إدارة الهجرة على الجوجل للمناطق المحظورة محظورة تغييد السكن للأجانب المقيمين على الأراضي التركية كالعادة أنا محتفظ بالتفاصيل بشلح بصندوق الملاحظات تبع تليفوني أنصر الجميع أي معلومة مهمة تفيدك أو منشور يفيد الناس احتفظ بيب صندوق الملاحظات قد تحتاج بيوم من الأيام نخلنا على صندوق الملاحظات الأوراق المطلوبة للتثبيت السكن في حال الانتقال إلى بيت جديد واحد طبعا هاي نصيحتي أفضل تعمل هاي الخطوات يعني مشان تضمن أنه أمورك سليمة مية بالمية عقد بيت يتم كتابته في النوترة بينك وبين صاحب صاحب ونزلك عام أو عامل أفضل طبعا يا جماعة الخير اسأل نوترة وثنين وثناث وعشرة عن كتابة العقد في نوترات تكتب بسبعمائة ليرة في نوترات تأخذ الف وخمسمية و الفين ليرة في نصيحة حاول أنك تسأل عن نوترة تكون أرخص ثنين تنزيل فواتير الغاز و الماء على اسمك أفضل طبعا نحن هي الإجراء في اسطنبول هذا هاي الطريقة يعني والتأكد من رقم البيت تمام من غوصين شركت الكهرباء أغلب الناس قال لي أخي صير ننزل لها باسمنا يقول لك صير أخي بعد ما تنزل فواتير الغاز و الماء وتروح تحدث بياناتك في اسطنبول بدارة الهجرة ترجع تأخذ سند إقامة وتروح تنزل فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء صار في إجراء جديد أنك تطلب من الناس بعد ما تثمت قيودك و أمورك و نفوسك تأخذ سند إقامة وتأخذ دسك ورقة الميت وتروح عن إدارة الكهرباء وتنزل فاتورة الكهرباء حجز دور تحديث بيانات لجميع أفراد العائلة تحت من تسجيل عنوان السكن أي رابط تحديث البيانات يعني أنا شارح بطريقة الحجز بأغناتي على اليوتيوب أربع تصوير الموعد بالمكتبة وليكم طريقة سحب الموعد لما يجيك الموعد تسحبه على شكل ملف PDF شنو بدن يسحبه على شكل ملف PDF هاي الطريقة ملاحظات وتنويهات ويعني الشيء لازم يعرفون الناس النفوس لا علاقة لها بتثبيت قيد السكن انتقلت هذه المهمة إلى إدارة الهجرة ثنين دور النفوس بقض تسجيل مواليد الجريدة استخراج شهادة الميلاد وتسجيل أطفال على دفتر العائلة التركي في حال تواجد الأشخاص في البيت الجديد إذا رحت مثلا أنت بدك تستجر بيت جديد رحت تتقين بإدارة الهجرة وفي أشخاص بالبيت موظف في دارة الهجرة ما رح ينزل اسمك أنت وعائلتك في البيت إلا ينمسحوا الناس المتواجدين بهذا البيت شلون تمسحهم يعطيك ورقة مختومة مثل إرسالية إلى النفوس يعني بضرورة مسح هذه الأسماء طبعا هذه الأرسالية تروح مباشرة ممكن عن النفوس ممكن الموظف يتساهل معك ويحذفهم وممكن الموظف يقول لك لا تعال راجعنا بعد أسبوع ليش؟ لأنه إدارة الهجرة تقوم بإرسال جدول بأسماء الناس اللي راجعتهم مثلا هذا البيت راجعنا فلان فلان يتسوي لستة سبوع سبوعين تبعثها على إدارة الهجرة مثل الإرسالية على النفوس مثل الإرسالية مش هتتأكد أنه يعني أنه هذا الشخص صح استاجر هذا البيت وإدارة الهجرة رأسنا بشكل نظامي عند هالأفراد المسموح به في حال أخذ بيت جديد حسب تجارب الناس عفوا ما نقولون وما نقلوني على لسان الموظفين طبعا كم يوم أحد الشباب قال سكن شبابي قيل له ثمن أشخاص فما دون لازم يتواجدون طبعا والأفضل إذا في عينة من أقرباءك أنك تتشارك معهم كسكن شبابي اثنين أخوة اثنين والد عام وعندكم مثلا أخ أو أبن عام مثلا ممكن تتشاركوا في بيت يعني أفضل هذه نصيحتي يعني كون الأمور شوي والسكنات الشبابية يعني وضح شوي ركيك العائلة من عشرة إلى طنعة الشخص ممكن الموظف يعني يغذى النظر في حال انتقالي إلى بيت جديد ها انتبه بوليوم انت موجود في بيت ونح تحدث بياناتك موجودين من الضراعي 13-15-1 مثلا اتوقع عادل الموظف مرح دهجرة اما اذا اخذيت بيت جديد لا العدد المسموح به هذا العدد طبعا الموظف النفوس يستطيع تثبيتك بالبيت ولكن القانون تم على الجانب بخصوص النفوس أوكل إلى إدارة الهجرة نصيحة قبل النقل للبيت الجديد تأكد من أنه هذه المنطقة أو الحي غير محظور لتسجيل الجانب من خلال مراجعة إدارة الهجرة أو النفوس طبعا من خلال تصفح بالنت وصلني رابط للمناطق المحظورة من موقع إدارة الهجرة تحمل هذا المنف و تشوف المناطق المحظورة سألني أحد الأخوة أنه يا أخي أنا بزمانات و كنت ساكن مثلا بزيتونبر و انتغلت على السينيورت ما كان في حضر هل يحق لي بيوم الأيام أرجع على زيتونبر أخي جواب أنا برأيي نعم ليش لأنه أنت إلق قيد بزمانات و زيتونبر نصيحتي لك نتأكد تراجع إدارة الهجرة أو النفوس مش أنتأكد من هذا الموضوع لكن هاي الرابط اللي بيه للمناطق المحظورة هل يمكن أعرف إذا البيت فاضي من النفوس الجواب من النفوس أو من المختار نعم تراجع النفوس أو المختار هل تسألو أخي البيت هذا فاضي أم لا يوجد أحد أي كل ما لدينا اليوم هذا الكلام سوف ترككم صندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب من الجميع إشاركون الفيد لكل شخص متواجد على الأراضي التركية عموما الوسط أمور خصوصا اللي يحب يتابعني أول من أول بالأخبار هي قناتي على تليجرام قناتي على اليوتيوب صفحتي على الفيسبوك هاي هي طبعا عنكم أرد على الناس بتفصيل يعني خص الساعة ساعة ونص للرد على تساولات الناس لكن إذا تواصلت معي بشكل شخصي أخي اكتب لي سؤالك ببوست كامل لا تبعث لي صوت 4-5 دقاق راح على حق أنه ممكن يكون عندي 200-400 محادثة لازم أرد عليهم بالتفصيل كل شخص حسب سؤاله و جزاكم الله خير بارك الله فيكم كان معكم أخوكم حمد بحمز يا رفاة الكرام لا تنسوا لنصالح دعاكم وأي سؤال أي سؤال سأترك تعليق أسفل هذا فيديو السلام عليكم